موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليكم هذا الخبر العاجب كشف عضو مجلس النواب ياسر اسكندر وتوت اليوم الجمعة أن وزير المالية علي عبدالأمير علاوي مهدد بالإقالة قال وتوت في تصريح أن يوم الثاني المقبل سيجهد استضافة وزير المالية علي علاوي لغرض مناقشته بموضوع الدولار والورقة البيضاء وهناك قرار سيتخذ بحق علاوي أما باستمراره حتى اختيار حكومة جديدة أول مضي بأقالته بعد أسبوع من جلسة الأثنين فهو مهدد بالإقالة وأوضح أن يوم أمس حقد اجتماع بين المستقلين والكتل السياسية حول القرار الذي سيتخذ بحق الوزير علاوي بعد الاستماع لحديثه بجلسة الأثنين وضينا أن الوزير علاوي طلب تجديد الثقة له كوزير بالحكومة المقبلة وهذا أمر مخالف فلا يوجد نص يجدد من موجبه لوزيره لحد الآن لم يتم اختيار مرشع جديد لتشكيل الحكومة